اطلاق الرصاص في ملاسبتين بشكل عشوائي في السعودية عاد الموضوع للواجهة من جديد ما دفع النائب العام الى التدخل والامر بالقبض على مطلق للنار ظاهرة لها جذور تاريخية حسب الباحث الاجتماعي فهد الكليب فهو يرى انها جزء من تاريخ الجزيرة العربية فكان يحرصون اشد ما يكون حرص الاب والاخوة العروس وفرسان العشيرة على حماية العروس حتى تصل الى بيت الزوج فكانت هذه الحماية منذ ينطلقون من بيت العروس الى بيت العريس يطلقون اعيرة النارية مأساة عيندار في محافظة بجيغ عام الفين واثني عشر كانت الاشهر حيث تسببت طلقة نارية طائشة خلال حفل زفاف بماس كهربائي اسفر عن خمسة وعشرين قتيلة بين اطفال ونساء ورجال واصابة ثلاثين اخرين تلتها حوادث متفرقة ناجمة عن السبب ذاته وبالرغم من وجود عاملين مهمين يقضيان على هذه الظاهرة الرفض المجتمعي لها والقوانين الرادعة الا انها لازالت تنتشر بشكل غريب في اوساط الشباب لصيما في اطراف المدن الكبيرة وفي القرى والمحافظات واحد عادة وتقاليد قديمة لان نرجو انها تكون الى حد ما تندثل الان لان اصبحت الظاهرة ظاهرة مي طيبة لانه في اطفال في ناس كبار انه ما يصلح تطلق نار هذا شيء مو سهد قانونيا يعد اطلاق الرصاص في الافراح جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل الى سنة وفق نظام الاسلحة والدخائر لدى النيابة العامة ولا تزال المطالبات بتشديد العقوبة جهرية عبد المحسن الحربية العربية الرياض من الرياض ينضم الينا الدكتور سلطان العنقري مدير عام مركز ابحاث الجريمة في وزارة الداخلية سابقا دكتور سلطان مرحبا بك نعتذر اولا لتأخيرك شكرا لانتظارك لنا كل هذا الوقت الان هذه الظاهرة ما زالت منتشرة حيث استاذ خالد الله يحيي هذه الظاهرة منتشرة في كل انحاء المملكة بشكل عام وكأن القانون وحده هنا لا يكفي هل هذا الامر صحيح؟ هذا الامر ليس صحيح يا استاذ خالد الاشكالية التي نعاني منها أن هناك سوء فهم من البعض لمن تم الترخيص لهم لحيازة هذه الاسلحة أو استهتار يفترض أنه اي انسان وفق انظمة وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للاسلحة أن كل انسان يحصل على السلاح وفق ضوابط معينة هذه الظوابط هي عدم إعطاء السلاح لأي شخص الاشكالية الآن هي أنه عندما يعطى أو يرخص له بالسلاح فإنه يجب عليه أن يضع السلاح في مكان آمن ومحرز والذخيرة يبعدها عن السلاح هذا المتعارف عليه أما ما يحصل الآن فهو أنه هذا الشخص الذي تم الترخيص له من قبل الإدارة الاسلحة أعطى أما أنه استخدم هذا السلاح في المناسبات العامة أو أنه أعطى لقريب أو زميل أو صديق وهنا تكون الجريمة جريمتين يعني ليست جريمة واحدة ولذلك كما أشار أن هناك أنظمة صارمة والسلاح لا يعطى له إنسان إلا بعد أن يكون هناك ضرورة أولاً وهناك سبب وجيه لإعطاء هذا السلاح والأمر الآخر أن هناك مسح أمني لكل إنسان يريد اقتناء هذا السلاح أو حيازته طيب أفهم من كلامك بأن الترخيص إذا منح لأي شخص فإنه لا يعطي صاحبه الحق حق الاستخدام كيفما ومتاشه ولا يعني أيضاً الحصول على الترخيص استخدامه أو استعماله أو حمله في الحفلات في الأعراس في المناسبات والأماكن العامة إذا كان الأمر بهذا الشكل لماذا الناس ترى بأنه يعني لا وجود أو هناك غياب ربما لسلطة القانون هنا يعني في تساهل من مراكز الشرطة في كثير من مناطق المملكة بالعموم مع هذه النقطة تحديداً في ظل وجود يعني خلينا نسميه هياط من الناس من الكثير من الناس في كل مكان أستاذ خالد الحينما نتكلم عنها وليس هناك قوانين وهناك ضوابط ولكن نحن الذي ينقصنا لدينا هو الآلية للتنفيذ الآن مع وجود النيابة العامة يعني ما كان فيه آلية للتنفيذ عندنا قانون ما كان فيه آلية للتنفيذ دكتور سلطان ما كان فيه تنفيذ إطلاقاً ولا العقوبات رادعة وقوية ويفترض في أن أي إنسان هذا السلاح وضع من أجل أسباب معينة يجب أن يضعه في حرز في محرز وفي مكان آمن حتى في خزنه أما أنه يعطي هذا السلاح لآخر أو يستخدمه في المناسبات والأعراس ويهدد أمن الناس ويزهق أرواح أبريال لا ذنب لهم بسبب إنسان متهور طائش فإن هنا يجب أن يكون هناك معاقبة قانونية ولذلك الآن المطالبة الآن هي أن النيابة العامة يجب أن توجه للشخص الذي استخدم هذا السلاح أو أعطاه لغيره يجب أن تكون العقوبات رادعة ومضاعفة ليست فقط رادعة يا استخالي معناته في استهتار بالقوانين الآن من قبل كثير من الناس الدليل بأنه أصبح السلاح موجود في كل المناسبات في كل الاحتفالة حتى مع أطفال ومراهقين اليوم وبالتالي نعم في استهتار يا استخالي بالتالي الآن الحاجة أكبر إلى تغليط وتشديد العقوبة هل يمكن أن يكون هذا الأمر رادعا هل يمكن أن تكون مسألة التشهير اليوم بالقبض على أشخاص معاقبتهم أمام الرأي العام أن تكون أمرا رادعا أم نحتاج إلى أمور إضافية بالإضافة للقوانين رفع مستوى الوعي لدى الناس باختصار هو رفع مستوى الوعي هذا الشيء استاذ خالد وأيضا سحب الترخيص من الشخص الذي لديه السلاح ولا يقوم بتحريزه التحريز الآمن ولذلك يجب أن تسحب الترخيص ويسحب السلاح ويعاقب يجب أن تكون هناك العقوبة مشددة هنا لأن السلاح لا يحمله إلا رجل الأمن الذي مناط به حماية الشارع وضبط الأمن وليس لشخص في مناسبات كان يفترض أن يستخدم فيه ألعاب نارية أو غيرها من الأشياء التي لا تسبب إلى حد ما هذه الأضرار وإزهاق أرواح الأبرياء أستاذ خالد شكرا جزيلا لك من رياض الدكتور سلطان العنقري مدير عام مركز بحاث الجريمة في وزارة الداخلية سابقا